زي ما كلنا شوفنا وتابعنا اليومين اللي فاتوا الحدث الأكبر على استحر رياضية في مصر وإفريقيا وهو استضافة المغرب لبطولة كاس العالم للأندية الحدث اللي أدى أنه الأهلي عنده فرصة لمشاركة فيه بطولة كاس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والتمنى في تاريخه علشان يكون الأهلي أول فريق عربي أفريقي بيشارك ثلاث مرات وراء بعض في البطولة ويجي قابله في الترتيب نادي واحد وهو أوكلاند سيتي وبعدهم في المركز الثالث ريال مدريد الأسباني علشان كده منورتنا النهاردة عن حقية مشاركة النادي الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية ومين اللي بيمثل إضافة أكبر هل هو الأهلي للبطولة ولا البطولة للأهلي وهنقول لكم بالزبط اللوايح والقوانين بتاعة الفيفا اللي على أساسها الأهلي هيشارك في البطولة وهنرد برضو على كل مشاككين في حقية مشاركة المارد الأحمر في البطولة خصوصا وأن الأهلي بيتعرض لحملة كبيرة من الغيرة والحسد الكروي من المنافسين مصبوط هند وأي حد كده لو بص على التاريخ والإنجازات ولغة الأرقام هيفهم أن مشاركة الأهلي في أي بطولة بيضف لها ما يقدرش أي فريق تاني في الشرق الأوسط كله أنه يضيفه يعني الأهلي لما بيشارك بيضيف حاجة مختلفة تاني يعني مثلا في كاس العالم الأندية الأخير محدش سأل نفسه هو ليه جمهور بالمراس اشترى من بدري تذاكر المطش كله قبل النهائي وليه رئيسة النادي حضرت للإمارات بنفسها على رأس وافد برازيلي وليه الصحافة البرازيلية فردت صفحات وخصصة صحفيين للبطولة ما هو كل ده يا جماعة علشان الأهلي بيشارك في البطولة وخصوصا أن النسخة اللي قبلها خد منهم برونزية كاس العالم وكان الحدث أن فريق مصري بيكسب بطل البرازيل وبطل أمريكا أمريكا الجنوبية وبرضو نادي الهلال لما خسر أربعة من الأهلي دمع الرأفة كل الوطن العربي كان بيتكلم عن المطش وعن البطولة وفريق تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا عمل لنا ساعتها ممر شرف مصبوص يمكن عارفها مطش بالمراس ده أنا كنت موجودة فيه وكنت مخدودة من حجم جماهير بالمراس وكنت مستغربة هو إيه سبب اللي خليهم يشتروا كل التذاكر دي بس إحنا زي ما بنتكلم إحنا بنتكلم عن نادي الأهلي النادي الأهلي اللي في كاس العالم اللي قبله برضو جمهور الأهلي في قطر كان أكتر جمهور متفاعل وأكتر جمهور بيعمل رواج للبطولة كلنا شفنا الحالة اللي جمعت بين الأهلي وفريق باير مينخ وفي 2012 لما كسبنا بطل اليابان في اليابان والصحافة كلها وقتها اتعاملت مع الموقف إنها هزيمة متوقعة من واحد من أهم وأقوى الفرق في البطولة وجمهور الياباني شفنا كان قدقية جماعة متعلق بالأهلي حتى المنظمين عملوا أيقونة وجايزة مخصوصة للأهلي وبلاتر اللي قال لعيسى حياته الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي أنتوا ما عندكوش إلا الأهلي ده غير البطولة العربية اللي بيبقى لها رنة لما الأهلي كان بيشارك فيها حتى ربطة الأندية بتاعتنا والاستفتاء الكاسح لجمهور الأهلي لما بيبقى فيه تصويت للعيب بتاعه ويفرق 94 و95 عن المنافس كل ده بيحصل بسبب جمهور الأهلي جمهور الأهلي وعشاق الأهلي في العالم كله جمهور القلعة الحمراء المصنف إنه الخامس على مستوى العالم دي كلها معطيات تهم أي حد عايز بطولته تنجح وتسمع في العالم كله إن أنا جيب نادي كبير زي ده بجمهور كبير زي ده بالضبط هند ده بالنسبة لإنه كون الأهلي بيمثل إضافة كبيرة لأي بطولة وبيشارك فيها الأهلي يا جماعة الأكثر تتويجا بالبطولات ثلاثة برونزيات كاس عالم وبيحتل المركز الثاني بعد ريال مدريد الأسباني من حيث عدد البطولات ندخل بقى على تفاصيل مشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية سيناريو تاريخي الأهلي في بطولة أفريقيا اللي فاتت خسر نهائي دوري الأبطال لحساب فريق الوداد البيضاوي المغربي في النسخة اللي فاتت بسيناريو يمكن كلنا عارفين كان سيناريو ظالم جدا النهائي اللي اتلعب على أرض المغرب علشان نكون إحنا وصيف دوري أبطال أفريقيا عشرين وواحد وعشرين شوف بقى لما ربنا كده يبقى عايز إيه يخد لك حقك ويرجع لك حقك تاني الفيفا الأيام اللي فاتت دي ما كانتش لقي حد ينظم البطولة لحد اليومين اللي فات خصوصا بعد لما اليابان اتنزلت عن استضافتها وفضلنا نسمع كلام وتكهنات عن إن الإمارات هي الدولة المستضيفة لحد ما جات المغرب وتقدمت بطلب استضافة عشان الفيفا توافق إن البطولة تتلعب هناك كلام كتير جدا تقال عن مين الفريق الأفريقي اللي هيشارك في البطولة مع الوداد بطل أفريقيا اللي ويحو القوانين بتاعة الفيفا واضحة جدا يا جماعة بتقول إن ما ينفعش فريقين من نفس البلد يشاركوا في البطولة ففرصة مشاركة الأهلي جات بسبب استضافة المغرب للبطولة عشان بطل أفريقيا مغربي وهو ده الحق والعدي اختيار الأهلي جي بناء على قوانين وقواعد مش بس علشان إحنا نادي عظيم يعني فأنا برضو مش قادرة أفهم إيه سبب كل البلبلة والكلاب الكتير ده شو فيه ده موجود دايما الأهلي اسمه مربوط بالغيرة الكروية والحقد المعين دايما الأهلي لما بيعمل أي إنجاز بنشوف حقيقي يعني ده مش جديد ده مش جديد على وجود الأهلي في أي إنجاز وعشان كده كمان في ناس تانية بتقولك طيب ما بطل الدوري المصري مرتين هو اللي يشارك طيب حضرتك ما سألتش نفسك اش معنى من بين كل دوريات القرى الأفريقية كلها هيتاخد بطل الدوري المصري فيه فرق ما بين بطولة محلية وبطولة دولية احنا اتظلمنا في بطولة أفريقيا مبتوط وبغض النظر عن اللي حصل مش عايزين نرجع نتكلم فيه لكن علشان كده احنا بناخد فرصتنا وبنشارك للمرة التالتة على التوالي في كاس العالم الأندية الليحة واضحة وصريحة الفقرة الرابعة يا جماعة من لائحة كاس العالم للأندية بتنص على أن لا يسمح لفريقين من دولة واحدة المشاركة في البطولة وفي حالة كانت البطولة القرية من نفس الدولة المستضيفة فوصيف البطولة هو من يشارك مين هنا بقى وصيف البطولة؟ النادي الأهل احب اوضح ان القصة دي حصلت قبل كده في كاس العالم الأندية 2007 في اليابان وكان وقتها نادي أروا ريد دايموند الياباني هو بطل دوري أبطال أسيا وكمان كان بطل الدوري الياباني فالفيفا قررت مشاركة نادي سفهان إصفهان الإيراني بصفته الوصيف فيجمع اللي بيحصل مع الأهل ده غير انه شيء مشارف هو شيء طبيعي ذي لوائح وقوانين ما فيهوش مجمالات الانتباءات بقى وجوه انه النادي الأهلي بيتجامل وده مش موجود النادي الأهلي رمز مهم من رموز كرة القدم في العالم دي حقيقة واضحة وبينة زي الشمس محدش يقدر ينكرها أو يغيرها وأي كلام أي شخص يطلع يتكلم عن عدم حقية الأهلي في وجوده في كاس العالم الأندية السنة دي فهو شخص للأسف الشديد غير ملم باللوايح والقوانين وبتكلم بشكل غير قانوني بالمرة بصي زي ما كل الناس بتقول كده عن الأهلي الأهلي هو بابا الشغلانة ده اللي يستحقوا النادي الأهلي وجماهيره الفيفا ما جابتش الأهلي لمجرد أنه نادي كبير وتاريخي وعنده شعبية كبيرة ده جابته علشان اللوايح بتقول أن اللي بيشارك هو وصيف بطل أفريقيا وزي ما قلنا وبأكد وجود الأهلي في بطولة كاس العالم بيزود من أهميتها وقوتها قدام العالم والمفروض إحنا كجماهير مصرية وأهلوية نكون في ظهر الأهلي الفترة دي سواء لعيبة أو جهاز فني عشان نقدر نحقق إنجاز جديد في كاس العالم عملنا في البطوات اللي فاتت أداءات مشرفة ووصلنا للتالت على العالم أكتر من مرة إيه يعني المراضي يكون هدفنا أكبر؟ هو ده اللي احنا عايزين يعني بالضبط يا ميرة عشان كده مراضي الحلم أكبر نفسنا أنه الأهلي يرفع كاس العالم من الأندية المهمة صعبة قدامنا ريال مدريد بطل أوروبا بس الأهلي كسب ريال مدريد قبل كده بنجوم الكبار أوه كان مطش ودي ساعتها بس لكن التاريخ بيقول إن إحنا كفتناهم الأهلي لعب معرومة الإطالي وباير مينخ وبرشلونا كبار أندية العالم وكمان كاس العالم للمنتخبات إدانا درس إنه فيش حاجة اسمها ده صعب ده مستحيل أهم حاجة أن اللعيبة تروح كاس العام والأداء وهي عندها الروح يبقى وصل لها الإحساس ده إحنا رايحين المراضي نجيب كاس العالم وراجعين اللعيبة ما ينفعش تتعامل بعقلية غير كده أنا رايح أجيب بطولة مش رايح أعمل أداء مشرف واركة ترجمة نانسي قنقر